مرحبا بكم مشاهدينا كيرام في نشرة الفلاحة نشرة خاصة بكم تما الفلاحين واللي تشوفوها كل يوم على قناتكم قناة النهار بنسبة لها الحد 21 وكتوب غالفين وثمانتاش نتوقع بإذن الله استقرار في التقس هذا على معظم السهول الشمالية للوطن مع درجات حرارة رح تكون لطيفة نوعا ما نقولوا للفلاحين درجات الحرارة في صبيحة الحد إن شاء الله رح تلحق بإذن الله في حدود 14 درجة على السهل الغربي نسجلوا 12 درجة على متيجة وثمان درجات بالأوراس بالنسبة لدرجات الحرارة نتوقع خلال ظاهرة الحد إن شاء الله رح تلحق بإذن الله حوالي 29 درجة على السهل الغربي نسجلوا 22 درجة على الأوراس و27 درجة على متيجة نتوجه مباشرة نسبة الرطوبة والتي تعتبر عنصر مهم في الميدان الفلاحي توقعت مصادر الأرصاد الجوية أنه الحد إن شاء الله معدل الرطوبة يلحق حوالي 60% هذا على كامل السهول الشمالية للوطن ما ننسوش عنصر رياح نتوقع هبوب رياح ستكون ضعيفة إلى متوسطة أحيانا هذا على السهل الغربي ومتيجة حتى على الأوراس تتروح سرعة الرياح ما بين 15 حتى 25 كم في الساعة نحن نقول للإخوة الفلاحين أنه الحد إن شاء الله رح تنعدم الأمطار على السهل الغربي ومتيجة حتى على منطقة الأوراس يعني ما ننشح نسجل أمطار هذا على كامل السهول الشمالية للوطن نتمنى أن هذه المعلومات رح تفيد كل فلاحين المتواجدين بالتراب البطني نشكركم على المتابعة